اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما تكسفش من دينك هل فعل الامام علي ورضاه بكسر دلع فاطمة ذلا للشيعة والتشيعة ام فخرا للشيعة والتشيعة اتفضل يا رفض يا شيخ يا شيخ جاوب يا شيخ يا شيخ يلا جاوب ايد الحديث يا شيخ جاوب يا شيخ ما قلتش حديث والله بقولك هل سكوته عليه ابن ابي طالب ورضاه نعم بكسر دلع فاطمة وقتل ابنه المحسن فخرا للشيعة والتشيعة كما يعتقد الشيعة ام ذلا للشيعة والتشيعة هذا الفعل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى يا أخي ما سألتك شي بإيه فخراً للشيعة والتشيع أم ذلاً للشيعة والتشيع إن شاء الله فخراً للشيعة والتشيع إن شاء الله الله أكبر ولله الحمد إيبا ثقوت الإمام علي طرف علي العراقي أن ثقوت الإمام عن قتل برب زوجته وقتل ابنه وفعل يفتخر به الشيعة والتشيع فعل الإمام لماذا تتباكون وتلطمون ليلة نهار ده أولاً لماذا تم عملون ظلامات الظهراء ومظلمات الظهراء لماذا إذا كان فخراً نعم نعم إذا كان فخراً هو أكيد هذا الشيء كان في مشيئة الله سبحانه وتعالى يا أخي أنا مرتلكش بمشيئة الله ولا بمشيئة أنا بسألك إذا كان فخراً لماذا أقمت من نوائح والمظلميات للزهراء إذا كان هذا الفعل فخراً كان للإمام فهل الإمام فعل مظلميات؟ هل الإمام فعل أفلام اسمه ظلامة الظهراء وكسبة دلعها هل أنتو كل عام بتتعود في الحسينات تلطم ومسك على شيبته وشدة مش عارفة إيه؟ لماذا تفعلون هذا إذا كان الأمر فيه افتخار؟ فضل نعم لأن هذا الشيء هو البكاء واللطم هو نبكي ونلطم على أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابنة اللي بقولك افتخار تفتخرون بهذا الفعل من الإمام ليش بتقوم النئاحات ومظلمية الظهراء وأفلام عن كسبة دلع؟ ليه؟ يا شيخ يا شيخ ما موضوع الفخر أو الدل ما موضوع يا حبيبي ذات الوقت نفسك الآن أنت كشيعي تفتخر بفعل الإمام تمام صح أو مش صح؟ نعم وتفتخر برضى الإمام عن ضرب زوجته صح أو مش صح؟ يا شيخ يعني يعني الإمام يضرب زوجته؟ رضي بضربها راضي الإمام بضرب زوجته تفتخر بهذا الفعل صح أو مش صح؟ ما أرضى الإمام سلام الله عليه والإمام سلام الله عليه كان خارج الدار إزاي سنة 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 كيف لم يرضى؟ كيف لم يرضى؟ وانت لسه بتقوله مأمور؟ سنة بس يعني إزاي لم يرضى؟ لأنه تمسك بوصية رسول الله صلاة الله أوصى ورسول الله كان يعلم رسول الله كان راضيا بتلك الوصية أن تنفذ أم لا؟ يا شيخ الوصية من رسول الله هو أعلم أم رسول الله أعلم؟ رسول الله صلوة الله عليه فأعلم قبل مصيبة فأوصى أمير المؤمنين يا أستاذ علي فأوصى أمير المؤمنين ألا يشهر سيفه ممتاز يا أستاذ علي الآن هل رضي الإمام بتلك الوصية في مضرب زوجته ومقتل ابنه؟ نعم رضاه نعم رضاه نعم رضاه رضاه بوصية أمير المؤمنين ممتاز إذن رضي الإمام عليه بضرب زوجته صح ولا مش صح؟ نعم الوصية التي أوصاها رسول الله رض على قدر سؤاله رضي الإمام بقدر يا أستاذي أرضى رضى رضى بالوصية رضى 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 الإمام بضرب زوجته صح؟ نعم ممتاز نعم حتى حتى بعد هو نعم يا حبيبي ورضى الإمام الوصية كانت نعم ورضى الإمام بمقتل ابنه صح أو ليس صح؟ نعم الوصية التي أوصاها رسول الله لأمير المؤمنين رضى بها أمير المؤمنين بضرب الزهراء سلام الله عليه هو موجبنا من هو مرضى يعني بالضرب فكان ملزم بوصية رسول الله صراوة الله حتى لا تشير الفتنة حتى لا تشير الدماء بين المسلمين يا أستاذ علي أنت قلت أنه رضي بهذا الفعل صح؟ رضي بضرب زوجته ورضي بمقتل ابنه صح؟ صح هل علي الشيع والشيع رضيين؟ صح رضيين أيضا بضرب الزهراء من عمر وكما رضي الإمام؟ وحالي دمع الله ربنا حريقة وحاجة اقول لي اللي بيمليك ده يكلمني بدلا ما يقعد يمليك هيا علي نعم نعم نبا ونحن وارضى بما رضى رسول الله فهم لا يرضون على هذا الشيء فهم لا يرضون عليه يا اخي اهدى يا اخي اهدى خاتب المليك ده فأن صبر يا علي يا علي اهدى علي اهدى عشان نعم يا شيخ هل انت كشيعي اسمك علي راضي بما رضي الإمام ورضيت بفعل عمر في دوجة الإمام ام لا يا شيخ يا شيخ بس بهم سؤال يا شيخ ما بيش سؤال ان الوصية التي ارتزم بها امير المؤمنين انترام الله عليه انترام الله عليه الوصية التي ارتزم بها هو حتى لا تشهر السيوف ولا تشهر الدماء بين المسلمين يا شيخ ومقصد حرداء الان بس انا بس انا بس األك سؤال فخلنا في ضرب وكسر الضلع الان الامام رضي نعم بضرب زوجتي ورضي بمقتل ابن علي الرافدي يرضى بما فعل عمر بزوجة الإمام كما رضي الإمام ام لا يا شيخ يا شيخ اه ذاك زمان وهذا زمان يا حبيبي استنى بس يريد لاتف اصبر ايه اللي هيك زمان وذاك زمان اهدى يا حبيبي اهدى الله اصدحان ابوكو ركز الان ركز الان ركز 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 الاخوة الكرام فضلا محدش يتصل من اخوان اهل السنة الان جزاكم الله كل خير بكز يا علي علي قد ايجاب نعم نعم افعال الامام وسنة عندك متبعة ام لا يعني اقوار السنة قصدك افعال الامام سنة متبعة عندك وارضاه الامام يرضاه الشيعة ام من الممكن ان تخالف الشيعة رضا الامام نعم نعم طيب اذا على الرافضي لا افعال به رسول الله يا اخي انا وقال به امير المعنون نعم يا عم رضى رقز رسولان علي الرافضي يرضى برضى الامام ام لا نعم نرضى بفعل الامام سلامه اذا رضى علي الرافضي بيضرب عمر لزوجة الامام نعم او لا رضى يعالى الرافضي بذلك كما رضى الامام نعم. جاوبني. هاد اللي بيمليك ده? اللي بيمليك ده هتهولي. يا شيخ يا شيخ. هذا متصل دي خابر دي خابر يا شيخ. الصوت بعيد عليها دي وصلص يا شيخ. مو يا قادل. يا حبيب انت اللي بتتكلم والله مش. في واحد بيسمع عنك. سمع بيتكلم عنك. يبقى اذا. اذا علي الرافدي. انا معك انا معك يا شيخ. قلت لك يا شيخ. يا شيخ. الصبر على المصيبة. يا حبيب انت صبروا على المصيبة. يا علي. يا علي. انا مش بكلام. هذا هذا معنى الكلام. يا علي. لا تباكمن علي. سباكمن الصبر. الصبر ده شيء والرضى شيء اخر. تمام? الان انا بكلمك في نقطة مفصلية. علي الرافدي. يا رضى بما رضى علي. في ضرب زوجته وقتل ابنه. نعم او لا? نعم هم صبروا. وليس رضوا. هم صبروا. لان هذه وصية رسول الله صلى الله عليه. امين المؤمنين كان كان معروفا بقتاله ومعروفا بسيفه. يعني علي لم يكن راضيا بل كان صابرا. نعم كان ملزما بوصية راضيا. راضيا. راضيا بوصية رسول الله. سؤال واضح. علي كان راضيا ام لا? يا شيخ يا شيخ. يا من سمعك والله. كان ملزم بالوصية. يا شيخ انا ما اقدر اقول لك علي سلام الله علي راضيا عن المصيبة. فانه كان ملزم بالوصية. والوصية موجودة بالاحاديث وبالكتب اليومكم واللي عندنا. يعني عندنا وصية بتقول ان علي ابن المصيبة. لو ضربت زوجتك وقتل ابنك لا تدفع عنهما? يا شيخ والله العظيم الصوت جاي قطع يعني ما اعرف ليش من بلات الاتصال. هل توصية موجودة لعلي لو ضربت زوجتك وقتل ابنك لا تدفع عنهما? تدافع عن تدافع عن فان فان الله سبحانه وتعالى عندما اختار اهل البيت سلام الله عليهم. هم اختبروا وهم كانت اختار اولى للعالم حتى اختبروا بمضويتهم. عندك وصية ان علي لا يدافع عن زوجته? لانه التزم بوصية رسول الله صلى الله عليه. عندك وصية عن رسول الله علي. شوف عندك وصية عن رسول الله علي لا تدافع عن زوجتك? نعم الوصية موجودة بس لازم الا بحث عليها يعني ما كتاب من. طبعت اللي بيمليك ده اديك الوصية انا معكه. اللي بيمليك ده اللي انت بتقول صوته بعيد خليه اديك الوصية دي. ان عليه لا تدفع عن زوجتك اذا ضربت. لأ. اللي بيملين يقول الوصية موجودة فهي ميمة يعني. طب يلا خليه طلع حالا. خليه طلع حالك عن المباشرة. انا متل معاك يا علي. طلع الوصية انه لا تدفع عن زوجتك. نعم اتكلم دلوقتي اتكلم معي. ما شهر الله. نعم يا شير. بيتسمك ايه يا ابني? انا حسن الرافضي. يا حسن الرافض اتنين وصية عن النبي انه لا يدفع عن زوجاته تفضل. انا الوصية ما حافظة الا ولكن موجودة الوصية عدنا وعدكم. قال رسول الله لعلي اصبر يا علي بما يحدث. ما يشوف فيه فارق ما بين الصبر وانه لا يتدفع عن زوجاته. في البيت او في الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين جميعا وبشر الصابرين. احنا عندنا وصية. خرج لعمر خرج. يا اخي سيبك من عمر الان انا اسؤالي وضع عندك الوصية. الوصية عندك مزدرها. يعني بدون سيف. يا اخي سيبك من شكلك معمم سيخسينية. عندك الوصية. يا حسن. اربع اربعين وجلا لو قطع رأي رأي رأس عمر. يا حسن يا حسن يا حسن. يا دواعشة يا كف. ايه ده بس ما تشتمش عشان. ايه شوفي ايه ابدأ في شكيمة والسلام. اليوم القيامة يا كفر يا اندال يا وهابي يا والله. الوصية 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 فين اللي هو احنا معمولين كلنا بالصبر من الله سبحانه وتعالى. الله قال وابشر الصابرين. الذين اللي رضبطوا المصيبة قالوا ان لله واني اليه واشعون. وبين احنا عندنا وصية من الله. في حالة البلاء بالصبر. يا شيف. تمام الوصية ليست خاصة بعلي. الان سؤال الوصية. فين اللي انت بتهولي ده? كتابك. ما شاء الله دخل شتب. رسول الله صلى الله عليه على قتل زهرالي يعني. يا عمي انا دلوقتي سؤاله واضح. اين الوصية? نعم نعم ان شاء الله هنطلح احدا. بس اقويا انا يا شيف. دلوقتي معك. انا دلوقتي معك. انا دلوقتي معك. يلا هات الوصية بتقول اي لا تدفع عن زيزة. نعم نعم ان شاء الله بس نبحث عنها. دلوقتي دلوقتي. دلوقتي. نعم نعم. دلوقتي. نعم يلا. طلع الوصية. ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ نعم دلوقتي. دلوقتي على هوى مباشرة نطلع الوصية ما شاء الله اتنين اعادين معك الوصية. ان شاء الله دي ابحث عليها من تليفون ده دي الوقت معات لف beispiel تليفون التاني. وأنتم الماتين معكم تليفون واحد شركة ولا ايه? ده مصيبة. ما صعب ما صاحبي. طلع من صاحبك ما صاحبك يلا. يلا طلع الوصية. لا لا اه يعتدر يعتدر. لا مش هادين اعتزارات يا عام مش هادين اعتزارات. احنا عايزين الوصية. يلا تفضل طلع الوصية. نعم نعم يا شيخ ان شاء الله من طريق. ما انا معاك اهو الهوى برحتك طلع الوصية. دفت اي اي طلع الوصية. عايزين وصية وقوله لا تدفع عن زوجاتك. اما الصبر فجميع امة لا اله الا الله عندهم وصية بالصبر. ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عن كتاب الله وعن الله سبحانه وتعالى. نعم نعم يا شيخ ان شاء الله. لكن انا لو شفت زوجاتي جاي عليها نتصدربها. هدافع الاقل عنها. تمام? ولكن لا اشهر سيف على من جاء يعتدي. ده انه اعمل الامام بتهالي علي لو عمل ايده كده. كده بس اخواننا راحيت بقى. ايوقف الناس ما هو. ده عنهم الامام مسخ واحد كلب. في كلمة معجبتش الامام مسخ وكلب. تمام? فالان الوصية بالصبر. لكن هل هناك وصية? نصة. بانه لو ضرب زوجاتك لا تدافع عنها وان ترضى بذلك. مش مش بتفتخر بهازي الف мои يا شيخ ان شاء الله له هو فق. يلا طلع الوصية حبيبنا معاك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بيخدمتكم يا شيخ وحدمتكم ان شاء الله خواني. يقول لك لو معا اربعين رجل لاشهر السيف. الله المستanan. ومر般 يقول لك اصل هو ما اشهرش السيف حفظا على بيضة الاستان وما احنا مش عارفين. هل لو معا اربعين ولا هل ما اشهرش السيف حفظ على بيضة حتى التناقض في في ردودها. يعني التناقض رهيب. يلا يا حسن بلك اربعتاشها ديها معانا. يلا. نعم نعم يا شيخ ان شاء الله طلعتها ان شاء الله. طلعتها يعني اقرأ الوصية. نعم نعم ان شاء الله. عادين كده وصية ان الامام مأمور بعدم الدفاع عن زوجاته. الصبر ايه. انا عندي روايات اني كان عليه في الضار على فكرة بس مش موضوع النهار. يلا علي. الله عليك. نعم يا عشان. اكرأ مش موضوع. اكرأ يا حبيبي. يا علي انك ستلقى انك ستلقى بعدي من قرأي شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك فان وجدت اعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك فان لم تجد اعوانا فاصبر. وقف يدك ولا تلقي بيدك الى التهلك. فانك مني بمنزلة هارون من موسى. ولك بهارون اسوأ حسنة. انه قال لاخيه موسى ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني كتاب سنيم بن قيس. ايوه ماشي. فين بقى الوصية بعدم الدفاع. ايه. فين الوصية لعدم الدفاع. حبيبي ايه الوصية يعني اذا قال يعني مضمونة اذا عندك جيش او قوة قاتلهم واذا ملجيت عندك جيش او قوة فلا تقاتلهم. فين الوصية حبيبي هنا بيتكلم عن من اغتصب الخلافة اما عن ضرب زوجين. فين عدم الدفاع هنا يعني ايه. تمام. طب هارون 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 اخذ قومه واعتذل الاخرين. علي لم يفعل مثل هارون. تمام. علي لم يفعل مثل هارون. علي سكت. هل علي فعل مثل هارون اخذ اهل بيته. اسمع بس. علي علي اخذ اهل بيته واعتزل قريش. لم يفعله تلك. ولكن انا بس الك سؤال الان فين عدم الدفاع. هارون دافع. علي لم يدافع. هارون حاور اسكامري. وقال ماذا انت فعل يا سامري. تمام? ولكن علي لم يفعل ذلك. الان سؤالي واضح يا ساتي. فين عدم الدفاع? فين وصيته بعدم الدفاع عن الهجوم على دوجتي. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه? في قضية. انه مأمور. شاعة تقول لك مأمور. هل مأمور بعدم الدفاع? ايه مأمور مرة شاعة. ام معمور بعدم الدفاع. يقول لي اذا عندك قوة يا قاتل. يا عمي هو احنا مش بنتكلم في القتال. احنا مش بنتكلم في محاربة دولة. احنا بنتكلم في الدفاع. هل امر عليه? قال لي حتى يدافع. ما لاش يقاتل يا عمي يدافع يا عمي. اسا انت فرضا. ما فيش فرضا. فين الوصية? بعدم الدفاع. اين الوصية? بعدم الدفاع. انتو عندكم كالشيعة. اسمع يا ساتة علي. انا هفضحها لك. يا شيء علي. انا. انت عندك? اوضح لك بسرعة بسيطة علي. انت عندك لا جهاد الا تحت راية الامام. صح? تفضل. صح انا مش صح? علي. سمعني? نعم يا شيء. نعم. انت عندك الان عدم الجهاد ولا ترفع راية الا في وجود الامام. صح ولا مش صح? نعم. نعم. ولكن اخرج المراجع فتوى بالدفاع الكفائي. صح ولا مش صح? في حالة الهجوم عليك من حقك انك تدافع. صح? جودني. يا علي. علي. نعم يا شيخ الشبكة العفو الشبكة? بقول لك اخرج عندك المراجع فتوى بالدفاع الكفائي. او الجهاد الكفائي. اللي هو رب العدوان. صح ولا مش صح? نعم يا شيخ بس العفو الاتصار راح الكاربة اطفت فحورت على الشبكة الثانية. طيب الان عندك الجهاد ممنوع الا تحت راية الامام. صح ولا مش صح? لا. عندنا عندنا المفتي او او ناعب الامام مثل ما يقولون. لان بالرواية مشينا على رواية الامتنا. والنبي صلاة الله عليه. كيف نقاتل الامتنا. يا اخي رد على قدر السؤال بجربي اياه. انا باسألك سؤال عندك واجب الدفاع الكفائي. صح ولا مش صح? الدفاع الكفائي اه 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 لان نحن ده نقاتل اه اه العنصر التكفيري في هذا زمان. يا اخي رد على قدر السؤال ما القاتل مين? عندك حاجة اسمها الدفاع الكفائي. برغم انه لا ترفع راية ولا يوش هرصيف الا في وجود امام. ولكن اخرج المراجع فتوى بالدفاع الكفائي. صح المسامحة? ادافع. لكن ما هجمش. ما هجمش. صح? نعم نعم. هاله الرواية اللي انت اعرضها. الوصية اللي انت اعرضها من كتاب سليم ابن قيس. فيها عدم الدفاع? ولا بيكلم عن القتال والهجوم. الرواية تتكلم على عدد الانصار. يا عبر بتكلم بوقتي عن قول عليه انه مأمور بفعله بعدم الدفاع عن الزهراء. عندك دليل انه لم يدافع عن الزهراء. بتلك الرواية هديك تقول لي لا. انا عندي من الرواية انه لا يهاجم ولا يقاتل ولا يشهر سلف الا اذا كان معه اعوانا وانصارا. فين دليل الشيعة ان الامام مأمور بعدم الدفاع عن دوجتي. يا شيخ يا شيخ. يا شيخ قررانك الرواية وقلنالك الرواية. روح يا شيخ ولي 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 ولي.